أرحب بحضرتكم مرة أخرى من العاصمة الفرنسية باريس. وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ جامبير ميلالي. المدير القسم العربي السابق في فرنس 24. أهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء الخير جامبير. يمكن استكمالا للحديث الذي دار بيننا وبين الأستاذ مصطفى. لتوصل قبل أن يغادرنا. مسألة مكافحة الإرهاب ستكون على جدول المباحثات بين الرئيس السيسي وماكرون. لا أدري أن كنت تتفق مع الأستاذ مصطفى أم لا. ولكنه يقول في هذا الخصوص بأن مفهوم الإرهاب لدى كل من عبدالفتاح السيسي. ومكرو وبوتين أصبح متشابها وقريبا جدا كل في بلده. هذا الملف هو طبعا على الطاولة. هو الملف الأكبر. وله في نظري جانبا. أولا مثلما لحظ الأستاذ توصى هناك تغير في الرأي العام الفرنسي. إذ أصبح المجموع أو أغلبية الفرنسيين ينظرون إلى ظاهرة الإرهاب الجهادي. كأنها ظاهرة إيديولوجية بحتة. بينما بما أن الرأي العام الفرنسي هو يساري عموما منذ الثورة الفرنسية إلى أخيره. بحسب التاريخ فرنسا. كانوا يفكرون البعض أن لهذا الإرهاب أسباب اقتصادية اجتماعية. بمعنى أن بعض الناس بما أنهم يأسوا من ودعم الاجتماع يأخذون البندقية ويقتلون ويدخلون في الإرهاب. الآن أصبح واضحا وجليا أن هذه المسألة هي مسألة إيديولوجية بحدة. بمعنى أنه جانب من التعسق يلم الناس حول قضية وهي قضية سلبية. تسمح بقتل الأبرياء بزعزعات الدول بإعادة كتابة التاريخ مع كيهانات مثل الخلافة إلى آخره. فأظن أن هذا التغير في العقلية الفرنسية في الرأي العام هي منسبة مفيدة للرئيس السيسي. إذ نعرف أنه ينظر إلى الإرهاب بهذه النظرة بشكل عام. ولكن الملف كذلك ما زال ملف شائكا. بمعنى أن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تقول وبدأ حملاين صحة تعبير بمناسبة هذه الزيارة. بأن الدولة المصرية والرئيس السيسي يتجاوز في مكافحة الإرهاب. ما هو مكافحة بحثة وهو مفهوم إلى قامع المعارضة. أظن أن الرئيس ماكرون يحتاج إلى مهارة كبيرة كي يعالج الموضوع. بمعنى أن عليه أن يردي هذا الرأي العام الحساس بالنسبة إلى حقوق الإنسان. بينما في نهاية المطاف يشتركوا رؤية واحدة مع الدولة المصرية. ولكن أصحاب هذا الرأي لم يروا ما جرى في باريس ومدن فرنسية أخرى. وكيف تواجه الحكومة الفرنسية الآن قانون مكافحة الإرهاب الجديد. الآن يتحدث الزميل مصطفى الطوصة ويقول أن بعض بنوده كانت مستمدة ربما من حالة الطوارئ السابقة. إذن هناك تفكير آخر. تفكير مغاير. تفكير مختلف. صحيح. في هذا الموضوع. لذلك تكلمت عن جانبين. لذلك تكلمت عن ملف شائك. ولكن أظن أن الأحداث الجارية في مصر في الأشهر الماضية. سندت رؤية دقيقة صارمة لمكافحة الإرهاب. والأحداث التي جرت الأسبوع الماضي. يوم الجمعة الماضي. قتل الأقبات. التفجيرات في الكنائس. كل ذلك يساهم في إعادة النظر إلى أهمية مكافحة. وحيوية إن صح التعبير. أو حتمية مكافحة قوية لهذه الظاهرة. وأظن أن كل الفرنسيين الذين يعرفون مصر. وهو بلد كبير بالتاريخي. وبأهمية شعبه. وبوسطيته. أن هذه الدولة في حاجة إلى مساعدة في هذه اللحظة المهمة. كيف يمكن أن تكون هذه المساعدة من الجنب الفرنسي؟ لنكون واضحين. هناك مصالح اقتصادية. أنت ذكرت أن الزيارة بدأت بلقاءات مع وزيرة الجيوش ومع شركات بايع الأسلحة. لا ننسى أن بايع الأسلحة أصبحت شيئا مهما جدا. ولا ننسى أن فرنسا هي في المرتبة الثالثة من بين الدول البائعة للأسلحة. ورأينا مثلا أن أخيرا عندما زار الملك سلمان موسكو تكلموا عن صفقة في شراء الأسلحة. عندما زار بوتين إردوان نتجت عن هذه الزيارة بايع أسلحة. ففرنسا مهتمة بايع أسلحة لميصر مثل ما تهتم بايع الأسلحة للسعودية والإمارات والرفال. ورأينا كيف استقبلت الرفال اليوم الرئيس السيسي عندما طائرة الرئاسة وصلت إلى المجال القوي الفرنسي استقبلته الرفال. نعم فأظن أن أولا مصر في حاجة إلى أسلحة مطورة. ولكن تحتاج كذلك إلى مهارة في استعمالها في تدريب. ولكن الأسلحة التي نتكلم عنها أستاذ جامبير تتعلق بأسلحة تقليدية. أسلحة تستخدم في الحروب. ولكن الأسلحة الموجهة لمكافحة الإرهاب. للأسف عندما نرى ما يجري في سينا هي شب حرب أهلية أو تقليدية. هي حرب أهلية. فهناك حاجة مليحة إلى استعمال الأسلحة الجديدة والمطورة. وكذلك هناك مشاكل في المحيط. هناك مشاكل في ليبيا. هناك تسريبات جهاديين إلى آخره. فكذلك أظن أن مصر تحتاج إلى أجهزة لمراقبات الحدود. وتكتمل السيطرة على بعض النقاط الاستراتيجية الحدة. الأزمة الليبية. الملف الليبي. الرؤية المصرية والرؤية الفرنسية لحل هذه الأزمة. التي تمثل بالنسبة لنا قضية أمن قومي ليبيا. طبعا. هل الرؤية الفرنسية قريبة من الرؤية المصرية لحل الأزمة؟ لست أدري إذا يتقارب الموقفا. ما أدري هو أن الرئيس الفرنسي ماكرون وضع مصدقيته في الأشهر الأولى لعهده. كي ينجح الأستاذ غسن سلامة في مهمته لتهديهة الوضع في ليبيا. المبوث الأممي. المبوث الأممي. فطبعا نعرف أن لمصر مصالح مثل ما هو عادي بين بلدين متجورين. فلمصر أهمية. لمصر قوة. لتأثير في هذه المبادرة المهمة لمستقبل ليبيا. هذه من جهة. ومن جهة ثانية نعرف تماما أن أوروبا، إيطاليا، فرنسا إلى آخره تدفع ثمان الفوضى الليبية غاليا بمجيء الكثير من المهاجرين غير الشرعيين. والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تسبب هذه الجراء. هل أنت ذكرتني الآن بما قاله العقيد الليبي القذافي قبل أن يحدث له ما حدث. عندما حذر الدول الأوروبية من أنهم إذا ما ساندوا ما سماهوا حين ذلك التمرد في ليبيا. فسوف يدفعون الثمن غاليا. هل تحققت نبوءة القذافي؟ للأسف لا أعتقد أن القذافي هو نبي من الأنبياء. ولكن لا شك أن ما سمي بالربيع العربي فتح الأعين على صعوبة التغيير الاجتماعي والسياسي للتراب العربي إن صح التعبير. فتبعا هناك تجارب مهمة مثل بعد ما جرى في الربيع العربي. ولكن هناك مأساة حقيقية. هناك مشاكل ضخمة ظهرت بهذه الفترة. فأصبح الآن واضحا أن هناك سلطات سلطوية مثلما كانت سلطات القذافي. ولكن هناك كذلك مشاكل اجتماعية ضخمة قد تسبب فوضى. وأحيانا حالة أصعب من حالة الدكتاتوريات العادية. لذلك هل تشعر فرنسا بالندم لدعمها ما يسمى بالربيع العربي؟ لا شك أن عندما قام الرئيس ساركوزي بهذه المبادرة وكانت مبادرة متسرعة وفردية إن صح التعبير. أخذها هو مع الناس من محيطه. طلعت بعض الأسوات إلى الخطر وإلى الحذار. والآن أصبح التاريخ يبرهن موقفهم. طيب وفي هذا السبيل ما هي الأسس التي تستند عليها كل من باريس والقاهرة في حل الأزمة الليبية؟ أظن أن على الرئيسين أن يلتقي في عبارة عن موازنة أو توازن بين القوى الموجودة على الأرض الليبية. هناك قوى المشير حفتار، هناك قوى في السراج، هناك قوى قبلية، وهناك عبارة عن لصوصية إن صح التعبير كذلك. أظن وأتمنى أن هذه الزيارة الرسمية ستسمح برسم حال على أهم الناس الذين يهتمون بهذه القاعدية. وذكرت الوزير اللبناني السابق حسن سلامة بعد ذلك أن يكتملوا المشروع. ولكن أظن أن على الفرنسيين وعلى المصريين أن يلتقوا في نظرة واقعية. هناك واقعية. الأرض الليبية لم تكن في يوم من الأيام في القرون الغابرة دولة واحدة. وهذا ما نراه اليوم بين ترابولوس، بين ما يجري في برقاء إلى آخره وفزان. فعلى السياسيين أن يفهموا فهما تاريخيا. يعني ليست ليبيا دولة واحدة منذ قرون مثل مصر. فهي بلد كونها الاستعمار الإيطالي كبلد. كانت مناطق متفرقة. فعلى الناس الذين يهتمون بالملف اليوم أن ينظروا إلى البلاد بهذه النظرة التاريخية. وأن يكونوا متوادعين. ولذلك إذا لا قدر الله في مصر لا نرى أنه من الجيد أن تنقسم ليبيا. لكن لا قدر الله لو قسمت. إذن فرنسا ترى ذلك شيئا عاديا وطبيعيا عودة إلى الماضي؟ لا عودة إلى الماضي ممكنها اليوم. ولكن أن نأخذ بعين الاعتبار هذا التكوين الخاص لليبيا. في من سميته التراب العربي هناك عدة تشكيلات إنسانية وتاريخية. يعني بلد مثل سوريا ليس بلد مثل مصر. وبلد مثل مصر ليس بلد مثل المغرب. فهناك غنى إنساني وهناك غنى تاريخي وهناك تفوتات. لا بد من الأخذ بها كي نعالج المشاكل. يمكن ونحن نتحدث عن ليبيا. أنا ذكرت لسيادتك أننا في مصر نعتبر ليبيا أمن قومي. طبعا. لأن حجم التهديدات التي تواجهنا من الجهة الغربية. من جهة الحدود الليبية المصرية. هي تهديدات خطيرة وكبيرة ويومية. وربما الأنباء التي سمعناها أمس وأول من أمس بأن هناك تشكيلات وعربات دفع رباعي تأتي عن طريق الحدود الليبية. هذا أمر يحدث يوميا وتتعامل معه قواتنا المسلحة. هذا يدفعني إلى أن أعود مرة أخرى إلى الملف الأهم. ملف الإرهاب. ملف مكافحة الإرهاب بالمعنى الأدق. التطرف الديني والتجديد الخطاب الديني من العنوين الرائعة في مصر حاليا. مسألة التعامل مع المفاهيم الدينية بطريقة عصرية لكي لا ينتشر التطرف. هل أنتم تنظرون في فرنسا إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني؟ إلى ضرورة ربما وضع المساجد والزوايا. لا أعرف إن كانت عندكم زوايا أو لا. ولكن عندكم مساجد ممتشرة في عموم البلاد. وعندكم جاليات مسلمة كبيرة جدا من المغرب العربي ومن أفريقيا. كيف تتعاملون مع كل ذلك؟ مثل ما قلت عندما ذكرت تغير نظرة إلى الإرهاب وسميتها نظرة تأخذ بأنها الاعتبار الجانب الإديولوجي. يعني بنهاية المطاف هو خطاب ديني يدفع بعض الناس إلى التطرف إلى الجهاد إلى آخره بشكل خاطئ. فأصبحت هذه القضية منتشرة وعادية مثلا في مقالة الصحف. فأصبح الناس يفكرون في ذلك. طبعا فرنسا ليس بلاد إسلامية مثل مصر. فهناك بعض الحذار في معالجات موضوع مهم شائك وضخم مثل ما هو التراث الإسلامي. ولا شك أن تكديد الخطاب مثل ما قلت باللهجة المصرية تكديد الخطاب أمر ضروري. ولكن بما أن هذه الموجة الإرهابية أصبحت ضخمة أصبحت عالمية أصبحت شرسة. فلابد من المكافحة الشرطية والعنيفة بموازات هذا التفكير في إعادة النظر في التراث لم يعود يسلوح لزماننا الحاضر. وأصبح خطيرا جدا. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد جان بيار ملادي. موديل القسم العربي في فرانس 24 العربية. وسعداء بوجودك معنا في برنامجنا الرأي عام. يعني زي ما قلنا لحضراتكم. الزيارة تستغرق. زيارة الرئيس سيسي تستغرق ثلاثة أيام. أهم يوم طبعا غدا بالقمة المنتظرة. التي تجمع للمرة الأولى الرئيسين السيسي وماكرون بعد انتخابه رئيسا لفرنسا. هذا هو اللقاء الأول. القمة الأولى. الكثير من الأمال والطموحات معلقة في الجانبين على هذه القمة. التي يرى فيها الجميع. غالبية المراقبين والمحللين للعلاقات المصرية الفرنسية. أنها ستدفع هذه العلاقات إلى الأمام في أكثر من مصار. في أكثر من مصار. وربما المصار الذي ركزنا عليه اليوم. ونحن نستقرق هذه الزيارة. هو المصار مكافحة الإرهاب. لأن البلدين يتعرضان بما تعنيه الكلمة لخطر واحد. وهو خطر الإرهاب. طبعا بالتأكيد الملف الاقتصادي سيكون حاضرا وحاضرا بقوة. قلنا لحضراتكم عدد من الوزراء المختصين بهذا الملف حاضرون. سيكونوا حاضرين غدا. وتكون لهم جوالات مباحثات مع نظرائهم الفرنسيين. سنتابع معكم بإذن الله في نافذة الغد. وسيتابع معكم أيضا زميلي نشأة ديهي في برنامجه بالورقة والقلم أيضا في نفس توقيته. ونترككم الآن إلى بقية فقرات رأي عام مع زميلة إيمان عبدالباقي. إليك إيمان. شكرا لك يا عمر. شكرا على كل هذه المتابعات والتفاصيل. وبالتأكيد هلنرجع لك مرة تانية للمزيد من المتابعة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لباريس. وتفاصيل هذه المتابعة.